يعني أبدأ في هذه التطورات الميدانية وهي إصابة شاب فلسطيني بجراح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر في بلدة اليامون غرب مدينة جنين منذ عملية الاقتحام وبدء هذه العملية بلدات وقرى غرب مدينة جنين تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة على امتداد ما يعرف بشارع حيفا وهي امتداد لقرى بلدات كفردان اليامون سيلات الحارثية وكذلك أيضا رمانة هناك عمليات اطلاق نار كثيفة تتعرض لها الأليات العسكرية والعربات العسكرية الإسرائيلية على وقع استمرار هذه الحركة النشطة من محور حاجز سالم غرب مدينة جنين باتجاه المدينة وتتخللها بطبيعة الحال عمليات مداهمة مكثفة من قبل جيش الاحتلال واخرى باقتحام بعض المنازل في هذه القرى والبلدات غرب مدينة جنين أصفرت منذ ساعات الصباح عن اعتقال شابين فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم داخل منازلهما بطبيعة الحال الصورة الميدانية هي الخشية وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ وهدد بنيته اقتحام المؤسسات الطبية منذ بدء العملية يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة مؤسسات طبية في تول كرم وجنين هنا يحاصر مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينة بإغلاقه بالسواتر الترابية وكذلك أيضا يحاصر مستشفى تول كرم الحكومي ثابت ثابت ومستشفى الإسراء في الشطر الغربي مع استمرار هذه التهديدات الإسرائيلية أطلقت وزارة الصحة تحذيرا طالبت به بتدخل فوري مع الدولي والصليب الأحمر لوقف ما وصف باعتباره انتهاكا للمؤسسات الطبية قالت بأن عشرات المرضى يتلقون في هذه الأثناء طبعا علاجا داخل المستشفيات الحكومية بمدينة جنين حياتهم هناك وفق وسائل الإعلام خالدنا نسمعك في هذه الأثناء نعم وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن مصادر أمنية إسرائيلية جدية حقيقية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بنية اقتحام المؤسسات الطبية في التي تشهد لها عملية المخيمات الصيفية في الخلفية كما نشاهد في هذه اللحظات بطبيعة الحال الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل التمركز والتموضع عمام مستشفى جنين الحكومي كل من يدخل أو يتحرك في هذا النطاق يخضع لتفتيش وعمليات تدقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء داخل المخيم هناك تدمير بدأت في المحور الغربي دوار العودة وصولا إلى الساحة الرئيسية والآن جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق منطقة حارة جورة الذهب هذه المنطقة تشهد الآن عمليات تجريف وتخريب تطال البنية التحتية تدمير ما هو مدمر أساسا وتدمير جزئي لمنازل ومركبات في المنطقة حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع فاتورة المعاناة عبر هذه العمليات المتكررة والمستمرة بالاختحامات تدمير البنية التحتية وضرب مقومات الحياة في مخيمات شمال الضفة الغربية بدءا من هنا من مخيم جنين ومناطق أخرى تمتد إلى تول كرم وكذلك أيضا إلى نور شمس والفارعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بين فينة وأخرى ينفذ بمحيط مدينة جنين بعدد من القرى والبلدات وهناك إغلاق شامل لمداخل ومخارج المدينة